تعالوا نروح على حاجة مهمة من الآخر الأسعار الأسعار بتاعة السلع الغذائية والتموينية وخليكم معايا واحدة واحدة النهاردة أصدر وزير التموين والتجارة الدخليات دكتور علي المصالحي قرار بشأن كتابة السعر على المنتج الغذائي مثلا زيت خليط معبق هيتكتب عليه السعر الفول يتكتب عليه السعر الفول المعبق طبعا مش الفول اللي هو السايب زي ما بتقلق أو الحر الفول المعبق الأرز المعبق السكر الأبيض المعبق المكارونة بالتأكيد المعبق كل ما أقوله هو معبق بالمناسبة الجبنة البيضة الألبان القرار أكد إنه في حال عدم توافر إمكانية الطباعة الآلية أو في أضيق الأحوال بقى إلزأ استكر لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو بشكل غير قابل للإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات المشار إليها طيب معرفناش نعمل كده لو سمحت حط الـ QR code على العبوة يعني هتحط السعر تطبع للسعر يعني تطبع استكر تحط QR code المهم إنه أنا آجي أبص على الـ QR code أخده عملله سكان يطلع لي السعر اللي أنا هشتري به وضع السعر عند التصرف الأول وعدم تغييره يعني السعر اللي موجود ده سعر البيع لحضرتك المستهلك يبقى السعر ده كده قائم على الكل أو ملزم لكل منك كل حلقات التداول والتوزيع حلو؟ وهيتم مراجعة الفواتير الإلكترونية علشان نتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بيها ده معنى إيه علشان حضرتك تبقى فاهم أي شيء حضرتك هتروح تشتري من المنتجات السابق ذكرها زي ما كنا بنقول الزيت أي شيء معبق طبعا زيت رز مكارونا سكر فول لبن جبنة يا هتلاقي السعر يا هتلاقي ستيكر يا هتلاقي QR code ملقتش بلغ تاني ملقتش بلغ ده حقك والله أنا شفت من أسبوع حتى نستحكي لكم الحكاية دي محل السوبر ماركت مش مهم اسمه إيه وبعدين دخل يشتري وزبون دخل يشتري الحاجة لقى إن الحاجة سعرها أعلى بكتير جدا مما هو معلن حلو فقال لقى السعر مش كده فخرج له صاحب أو مدير المحل قال له لقى هو كده عايز عايز مش عايز انتحر فالرجل بدأ يصور فيديو للمحل وقال قادي سوبر ماركت اسمه كذا وبيعمل كذا فالرجل بيقول له ما تصورش قال له ملاكش فيه أنا واقف في الشارع أعمل اللي أنا عايزه وأنا ما دستلكش على طرف أنا بقول إن الرجل ده بيرتكب مخالفه أنا بالنسبة لي ده مواطن إيجابي جدا جدا خلي بالك المحل اللي مش هيلتزم هيغني ظلمه لا ظلمه ليه ما يغنيش ظلمه محد الظلم وهو اللي ظلم نفسه هيلالي المحل اللي مش هيلتزم هيلالي الأسعار يا سادة بتنزل بتنزل إزاي بتنزل بشكل تدريجي تمام إلى النصل لنقطة هتبقى بإذن الله سبحانه وتعالى مرضية للكل وبأمر الله كل سنة وانتوا طيبين رمضان على يوم 11 مارس تقريبا إن شاء الله بأمر الله سبحانه وتعالى قبل 11 مارس هتلاقوا الأسعار بقت لوز قولوا إن شاء الله